رحب بسيد عبدالله أحمد المنصوري المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني حياك الله معنا سعيدين في تواجدك الله يحيي كمان اللي أسعد الله إزاكم خير وأتشرح وأفخر بوجودي معكم إن شاء الله تعالوا نسأل الله عز وجل أن نفيد في بعض المعلومات نشارك بها أخواننا ومشاهديننا وأهلنا في البيوت بذن الله بذن الله مرحبا بكم معنا أيضا عبر الهاتف سيدة بن المري المرشد الأكاديمي بالمعرض الجامعي المهني بجامعة قطر حياك الله معنا مرحبا مسهلا معاكم المرشد الأكاديمي المدرسة أم أيمل الثانوية أم أيمل يا حياة الله الله يحييك يا مرحبا مسهلا الثانوية إذن نبتدي معاك أول أسئلتنا أستاذ عبدالله خلنا نتكلم عن نسبة الأشخاص الذين يفضلون العمل في القطاع الحكومي حسب ما شاهدتم من خلال الإحصائيات وما هي الأسباب التي ترجع للإقبال الكبير على القطاع الحكومي طيب بسم الله الرحمن الرحيم أنا في البداية بس أعطوني فرصة أحني أبنانه خريجين الكليات العسكرية المختلفة شرفنا بأول دفعة كانت في كلية الشرطة وإن شاء الله تعالى بلحقها باقي الكليات الجاي إن شاء الله تعالى يوم غد إن شاء الله الكليات البحرية بحرية إن شاء الله تعالى وبعدها أحمد وبعدها الزعيم إن شاء الله تعالى نتمنى التوفيق صراحة لأبنانه وبناتنا كوكبة جديدة نسأل الله عز وجل إن شاء الله ينفع بهم وينفعهم إن شاء الله تعالى ويكونوا ندرع لهذا الوطن بإذن الله نهني مجتمع ونهني أهلنا نرجع حق موضوعنا الأساسي اليوم طبعا أنا على الأساس أننا نتتبع مقولات القائد سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تيمي بن حمد الثاني في لقاء الأخير كان مع أعضاء المجلس البلدي رأس عادة رئيس مجلس البلدي والأعضاء كانت كلمتها موجهة واضحة في خصوص القطاع الخاص وتوجه القطاع الخاص وذكر بالنص أن نحن تعودنا في مجتمعنا في الخمسينات والستينات أن كانت الناس تتوجه وتعمل في القطاع الحكومي ولكن المتغيرات الجديدة تحث وتحتم علينا الانتقال إلى القطاع الخاص وتأكيد حق الكلمة اللي قالها سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تيمي بن حمد الثاني نحن من خلال دراساتنا الميدانية والإحصاءات في مجتمعنا الكطري بدون مبالغة يعني تصل النسبة إلى 71% تقريبا من المجتمع الكطري يفضلون العمل في القطاع الحكومي وهي نسبة كبيرة وزيد عليها نسبة ثانية تقول أن 90% تقريبا من اللي شاركوا في الاستطلاع معنا والدراسة ذكروا أنهم يفضلون العمل في القطاع الحكومي يعني 20% من اللي شقالين في القطاع الخاص يتمنون أن يكونون في القطاع الحكومي فهذه بصفة عام من نسب جدا كبيرة تتكلم يعني السبب أن الرغبة في العمل الحكومي أكثر من القطاع الخاص شوف أحيانا أنا أشرح لك الأسباب اللي مثلا اللي موجودة عند الناس وبعد بعلق عليها يعني الأسباب اللي عند الناس طبعا يقول لك العمل في القطاع الحكومي داما هو يعني عامل ضمان واستقرار وأيضا خل نقول العائد أو المزايا المادية أكبر خصوصا حق الخريجين أو الجداد في العمل هذه بصفة عامة انطباع الناس أو انطباع المجتمع بينما أنا ظني في الحقيقة إنه في عدم معرفة عدم وعي خل نقول ما بيقول عدم ثقة لأنه لأنه ما فيه ما أنا ما عرفيش طبيعة القطاع الخاص فأنا أسلم لي لأن كل أهلي اللي حوالي أبوي أمي يمكن أخواني الكبار جماعتي كلهم شغالين في الحكومة سواء كان في القطاع المدني أو العسكري أو القطاع شبه للحكومي خل نقول من خلال الشركات المختلفة سواء كانت اللي في الطاقة والصناعة أو الشركات المساهمة المختلفة اللي تقريبا تعتبر أيضا تحت مضلة الإطار الحكومي فهذه الخبرة اللي هو يسمعها ما سمع خبرات كثيرة من القطاع الخاص فلذلك هو مكان مجهول فأنت تحس دائما بتخوف يعني طبيعة البشر إنه مكان مجهول بينما الفرص وانت تشوف يعني ما نتكلم بس فقط على نطاق قطر نتكلم على العالم وين تشوف النمو وين تشوف التطور وين تشوف الازدهار وين الناس تتكلم كلها أو كل الاقتصادات تتكلم عن القطاع الخاص فلذلك القطاع الخاص مهم جدا أننا يكون لنا في دور ونكون لنا دور ريادي ويمكن من ضمن الأسئلة والنقاشات بتناقش معاكم بضربك أمثلة يعني موجودة عندنا حاليا يعني ما شاء الله ابناننا وبناتنا نخرطوا في ريادة العمال بدرجة كبيرة وبين قوسين ريادة العمال أكثر خطورة من العمل في القطاع الخاص بحكم أنك أنت اليوم مش فقط أنت تعمل في مجال خاص جدا وإنما أنت مولى أنت المستثمر الرئيسي أنت المالك اللي له فاليوم أنت مجازف وفي عندك فعلا مخاطرة كبيرة في دخول القطاع ومع ذلك وجدنا ما شاء الله تجارب جدا يعني إيجابية جميل فهذه يعني معلومة عامة أو كذا وأنا أعتقد الآن في عندنا تجارب جدا جيدة وأمثلة جدا جيدة موجودة لله الحمد يمكن ما أخذت حقها في تسليط الضوء عليه بدرجة كبيرة ولكن موجود عندنا أمثلة لكن ما يميز اليوم نحن اللي نتكلم عنه ونتناقش فيه موضوع الآن مشروع القانون اللي أجيز مؤخرا من مجلس الوزراء والآن في طور الاعتماد من مجلس الشورى هذا اللي أسعدنا صراحة المنظومة الآن لن تكون هناك بس فقط تجارب يعني هنا وهناك نسلط عليه لا حيكون فيه نظام حيكون فيه برنامج حيكون فيه مبادرات حيكون فيه واضح دعم مباشر من جهات مختلفة على رأسهم وزارة العمل في المنظومة الحكومية فهذا أعتقد اللي كان ينقص في السابق أنه خلينا نقول يعني جهة يعني موثوق أو يعني أنا كمواطنة جهة رسمية يعني جهة رسمية أثق فيها أنها تقول لي أنا راح أكون أتابع هذا الموضوع فيه حيكون فيه حوافز حيكون فيه برامج ومبادرات جدا كبيرة فهذا اليوم يعطي ثقة ويعطي صراحة رياحية وزخم أن أنت اليوم كشاب أو شاب فعلا أقدر أتجه حق القطاع الخاص وأنا أحس أنه حكوم في مبادرات وفي برامج جدا مناسبة وفعلا تعطيني الأريحية اللي تخليني أتميز وأبدع أنا مثل ما قلت لك يعني طبيعة القطاع الخاص مختلف يعني نص تجهلها عدد كبير من نص يجهلها فلذلك من باب الجهل هذا كان أدى إلى الخوف هذا أو أشكلني أنا أتوجه لهذا القطاع أكيد وأتوقع أن خلال الفترة الأخيرة صار في قبول على التوجه إلى القطاع الخاص يعني سيدة بنّة لو نتكلم عن المعرض الجامعي المهني ناخد تفاصيل أكثر عن هذا المعرض كم عدد الجهات المشاركة في هذا المعرض طبعا أولا أنا أحب أن أشكركم على إيطاحة الفرصلي لتكلم عن الجهازات مدرسة ثم أيمن الثانوية بمثل إقامة هالمعرض قبل أقول عن عدد الجهات أنا أحب أن أقول ما قبل إقامة هالمعرض والمهن طبعا تم توعية مكثفة للطالبات من قبل فريق مدرسة ثم أيمن الثانوية مثل بإدارتها العليا وقسم الإرشاد الأكاديمي طبعا تم توعيةهم بالجامعات المعتمدة في الدولة وتخصصاتها وأيضا بالمؤسسات التعليمية الخدمية والمهن المطلوبة لسوق العمل القطري التوعية هذه بهدف أن الطالبة إذا ادخلت المعرض تحدد وجهتها وقد جهزت سابقا جميع سئلتها المتعلقة بالاستقبلها الجامعي والمهن بالنسبة لعدد الجهات تقريبا حوالي ثلاثين جهات شهد المعرض حضور عديد من الجامعات الوطنية تتقدمهم طبعا جامعة قطر وجامعة الدوحة وجامعات المدينة التعليمية وكلية المجتمع وغيرهم من الجامعات الخاصة إضافة إلى عدد من الهيئات والمؤسسات والبنوك الوطنية ومراكز اللغات والقبول الجامعي جامعي يعني دور مهم يقومون به في مستوى المدارس والجامعات وصولا إلى سوق العمل يعني استاذ عبدالله خلنا نتكلم شوي عن يعني احنا في جوابك قبل شوي قلتنا الأسباب التخوف والآن وجود جهة رسمية راح تتابع وتساعد في تنمية المهارات الوظيفية في القطاع الخاص بتوجيهات من القيادة الرشيدة طيب خلي يكون سؤالنا يعني كيف راح يكون تأهيل كوادر الوطنية يعني تأهيلها لتتهيأ والانخراط في العمل في القطاع الخاص صحيح خلنا ضرب لك مثال باستاذ بن الآن واللي صاير مثلا في مدرسة الإيمان الثانوية أم أيمن أم أيمن الثانوية على سبيل المثال الآن فعالي مثل هذه المشاركة فيها جات الجامعات موجودة تشرح آلية القبول وجات بعض المؤسسات بحيث أنها تكون مستقبلا لأبناتنا تكون جاذبة لها اليوم كونك أنت فتحت المجال أنك أنت أيضا الغطاع الخاص اعتبر فرصة من الفرص الآن شوف كمية الشركات والمؤسسات اللي ممكن تشارك من هذا الغطاع وشوف التنوع الآن اللي بيكون متوفر بدل ما كانت فيه نوعا ما محدودية بس اللهم فيه قطاع وقطاعين في السابق حكومي أو شبه حكومي اليوم فيه انتشار وفيه توسع والتنوع الكبير جدا موجود في القطاع الخاص فالفرص والشرح والتحصر راح التفكير والخيارات اللي موجودة أمام بناتنا ما فيه مقارنة بينها وبين السابق فهذا اللي نتكلم عننا اليوم هذه الأفاق الجديدة والمجالات الجديدة اللي مفتحت طبعا في السابق كان فيه نأي أو فيه خلل نقول عزوف عدم مشاركة من القطاع الخاص لا يقول لك أنا يعني عادة يعني الطالب القطرية وطالبة القطرية يعني يعني نحن ما نعتبر من خيارات تم المرغوب فيها لكن اليوم لا فيه موجود وعندنا برامج ونقدر نقدمها فاليوم أفضل مكاننا نذهب إلى مقاعد الدراسة وماكن الدراسة فعلى ذلك تشوف زيارات مدرسية كثيرة لهذه المؤسسات أيضا على مستوى الجامعي وغيرها من الفعاليات فإحنا اليوم كأعداد هو نفس الأعداد ولكن الخيارات صارت مفتوحة أكبر أمام أبنان وبناتنا وبالتالي يساعد أخواننا واخواتنا المرشدين والموجهين والمرشدات الموجهات في كل القطاعات اليوم أن تقول لا تعال طيب أنت أو أنت كنت راغبا مثلا في القطاع الصحي وما كان متوفر مثلا في في مؤسسة حمد الطبية أو مؤسسات الحكومية الآن في مؤسسات خاصة جدا كبيرة ولها احترامها وتقديرها في القطاع الصحي على سبيل المثال وقيس عليها في باقي المجالات اليوم مثلا نشوف في مهنة مثل مهنة المحامة بدين نشوف تجارب اليوم أو بدين نشوف أمثلة أن أبنان وبناتنا محامين قطريين ومحاميات قطرية يتدربون في مكاتب خاصة موجودة فهذا الأفاق الفتح في شيء صراحة جدا إيجابي كبير مجتمعنا في قطر عندنا أمرين مهمين الأمر الأول عندنا تنوع أصلا في الشركات المحلية في ثقافات ومجالات وليس أكبر من الإكسبو الآن وشوف يعني ثقافة تقريبا أنت كأنك العالم كلنا عندك في هذا المكان فهذا موجود أيضا في القطاع الخاص بقوة صراحة فاليوم أنت لما تتعامل مع شركة خاصة ما تتعامل فقط مع خل نقول شركة ببيئة لا تتعامل ببيئة أو ثقافة الموظفين اللي فيها وخل نقول ويعرفك على معارف كثيرة أضف إلى ذلك الدولة في مشاريع كثيرة رئيسية وفيها شركات دولية انترنشنال على مستوى جدا راقي وعالي موجودة شقالة عندنا في قطر اليوم عملك في هذه الشركات يفتح لك آفاق أو مجال أنك والله أيضا ممكن تشتغل في الشركة الأم فترة من الفترات أو قد ممكن التحول وبعض الشركات أيضا تعطي الفرصة أنك تشتغل أيضا في أفراحها في دول أخرى فاليوم هذا الانفتاح على الثقافة وتعلم المهارات لأن اليوم خل نقول كل مجتمع أو كل القطاع له أعرافة له مبادئة له خصوصيتها له قوانينها فأنت اليوم هذا كلها رح يمفتح لك بدرجة كبيرة فالفرصة جدا كبيرة احنا كنا في السابق لظروف مثلا معينة مقلصينها ومحددينها بحكم أنيانو والله أبي أكون في مجال الأمان ومثل ما قلت لك تجارب كثيرة لأنكم ما أخذت حقها لا لا المتميز اليوم في القطاع الخاص فعلا متميز اللي يمكن إذا حسبناها بس البداية أنك أنت صحيح يمكن أن يكون المزايا في القطاع الحكومي أفضل من المزايا في القطاع الخاص كبداية لكن متى ما بديت وتمرست رح تجد الفرق كبير جدا نعم اليوم يعني نقدر نقول طالب الثانوية يخلص الثانوية عنده خيارات عديدة للجامعات يخلص الجامع عنده خيارات عديدة في سوق العمل وهذا الجميل في دولة قطاع المشاهدين احنا مستمرين مع ضيوفنا لكن بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة رجعنا بكم مشاهدينا الكرام من بعد هذا الفاصل لنواصل باقي فغراتنا لهذا اليوم ونجد الترحي في ضيوفنا الكرام ضيفنا في السيديو سيد عبدالله أحمد المنصوري المدير التنفيذي لمركز قطر لتطوير المهني حياك الله الله حياك وضيفتنا على الاتصال الهاتفي للاستاذة بنه المري المرشد الأكاديمي بممثلة مدرسة أم أيمن الثانوية في المعرض الجامعي المهني بجامعة قطر سيدة بنه كيف يخدم هذا المعرض طالبات مدرسة أم أيمن الثانوية وجميع الطالبات في المرحلة الثانوية طبعا أبرز الخدمات التي قدمها هالمعرض الجامعي المهني أن أولا يوفر الجهد والوقت على الطالبات وأولياء أمورهم في البحث عن الجامعات المعتمدة في الدولة والتخصصات والمهن المطلوبة لسوق العمل الإكتريب وطبعا وفر لهم معلومات عن فرص التدريب والتطوير المهني التي تطرحها المؤسسات الفكومية وأيضا فرص الاستعار للطالبات نعم نعم يعني اليوم لو نتكلم عن التخصصات المطلوبة الآن في سوق العمل شين هي هذه التخصصات يعني برايش طبعا زمت عصون توجه الدولة حاليا من أكثر للتخصصات العلمية والتكنولوجية نعم مثل الطب الهندسة الذكال الصناعي الأم السبراني وأيضا جميع تخصصات كلية التربية من غير السهانة طبعا التخصصات الأدبية بس نحن نتكلم عن التخصصات الأكثر ضربة في سوق العمل القطري جميل 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 طيب انتقال لك أستاذ عبدالله يعني مثل هذا المعرض يساعد الطلاب في التوجه إلى تخصصاتهم هذه التخصصات أو الطلاب الآن في تحديد تخصصاتهم الدراسية كيف ينعكس على الانخراط في العمل خاصة في القطاع الخاص صحيح طبعا نشوف نحن نتكلم الآن عن أبنان وبناتنا مهم جدا وأنا دائما أنصح ونوجه وتقريبا كل برامج نحن في المركز تركز على هذا الأمر خصوصا لموجهها لأبنان وبناتنا مهم جدا أول حاجة أنك أنت تتعرف على نفسك تعرف 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 أنت متميز في كذا وكذا هذا مهم جدا أول حاجة تعرف يعني مثل المذكرات السادة بنا وغيرها من الناس طرح سهل أقول لك أنا والله يتوجه الآن إلى القطاع مثلا العلمي أو التقني أو الصحي أو أو الهندسي يعني واضح كل المجارات تحتاجها صراحة لكن اليوم ما هو اللي ناصبك وما هو اللي مبنى وإذا أنا مثلا عندي شقف لهذا المجال كيف ممكن أهل نفسي وعد نفسي من بدري اليوم أنا توني في مرحلة أعدادية السادة عبدالله أعذر عن المقاطعة لكن أنت قلت في الوحدي تعرف على نفسي من أبنان الطلاب من يعني متميز في التقنية لكن هو يحب الفن ويبي يدرس مسرح وفن كيف المعادلة أنت اليوم أنت كمدير تنفيذي لمركز التطوير المهني وين توجه الطالب السؤال لك جدا مهم وجدا يعني الأمر بسيط أول حاجة إحنا بطبيعتنا الإنسان يقدر يتميز في أكثر من مهنة حتى يقال بعض الدراسات سبع تخصصات سبع مجالات تبدع فيهم بنفس المستوى وعشان تجدين تشوف مثلا الناس شقالين مثلا في وظائف وهوياتهم وهتماماتهم في أمور أخرى وقد أصلا أيضا يفتحوا لهم حتى نشاط تجاري منه فمهم جدا أول حاجة تعرف أنت إيش اللي أنت متميز فيه وتتعرف عليه وبعد ذلك تبدأ تسغله الآن هذا من نوحية أنا قلت لك هذه خطوة الأولى الخطوة الثانية أيضا أنا أتكلم عن وطن وأتكلم عن عطاء وأتكلم عن إضافة وأتكلم عن مساهمة اليوم أنا أيضا أشوف إيش الاحتياج اللي موجود مستقبليا اللي أنا محتاجة في بلدي وفي كثير من البيانات سواء كانت من خلال الرؤية اللي وضعت لدولة قطر من خلال استراتيجيات المختلفة اللي تعرض من خلال كل مسائل الدولة المختلفين والمشاريع هذه والنشاطات الكبيرة هذه اللي تصير تعطيك التوجه مثلا بعد عشر سنوات خمسة عشر سنة وين رايح إذا أنا حاب يكون لي دور إذن أتوجه مع هذا التوجه قطاعات كثيرة قطاع الريل بعد فترة حنشوف الرط الخليجي على سبيل المثال والريل لما نتكلم فقط عن عربة وعن مسافر أنت ما في مشكلة تسافر لكن ليش أنت ما تقود هذا المجال نتكلم عن قطاع الطاقة والصناعة نتكلم عن قطاع الغاز نحن قائدين في العالم فيه كم يعني واحد من أبنان وبيناتنا على سبيل المثال أنا واحد من الأشياء مثلا نحن نطلبها من الشركات أن يعطون مجال أن نركب الأبنان يركبون النقلة هذه الضخمة جدا اللي تنقل الغاز كيف البروسيس اللي يتم فيه هنا الاستكشاف وهنا وهنا أنك أنت تشوف وتجرب وتمارس بإيدك وتتعلم هذه هي الخطوة الأولى اليوم عشان تستكشف نفسك وبعد ذلك تشوف المشاريع اللي هوين موجودة وتشوف شغفك ما يمنع اليوم أني أنا أكون شقال في طبيب أو شقال في مجال تقني بالكامل أو شقال في مجال علمي وفي نفس الوقت أنا فنان وحتى وحتى لمعلوماتك يعني الفنان أيضا خلا نقول الاهتمام هذا أو الهواية هذه أو المهارة هذه أيضا بتلاقيه متميز حتى في عمله أو في تخصصه الأساسي تلاقي لمساتها موجودة يعني أنت تذكرني بزميلنا محمد البلوشي في بركز الأخبار هو أصلا طبيب وهو مذيع أخبار نشرة أخبار عندنا في تلفزيون قطار فهذا أكبر دليل على كلامك سيد عبد الله يعني ومثل ما تفضلت الآن شوف الشباب الآن أصحاب خلا نقول الهوايات والاهتمامات وشوف تميزهم تشوفهم في أكثر من مجال وأكثر من مكان وأكثر من فعالية ويصل على استحسان وأكبر استحسان أنه يطلب وهي تطلب في مجارات كثيرة ويضيفون أن زميلنا بعد يعني ما شاء الله على إمام ويصلي وصوته جميل حافظ للقرآن فمتميز في تقديم النشرة الأخبارية متميز كطبيب وأيضا متميز كإمام وقارئ للقرآن نوجه لها تحية نوجه لها تحية نوجه لها تحية زميلنا محمد أكيد فنرجع وأقول على نقطة أساسية جربوا أقول حق ابنان وبناتنا جرب لا تحرم نفسك من التجربة على عيني وراسي كل الناس تتكلم كل اللي حوالي يتكلمون ادخل مجال مثلا السايبر سيكريتي مهم جدا وإحنا شوفنا أهميتها بدرجة كبيرة لكن أنا أسأل نفسي حتى لو دخلت إيش تمييزي أنا في السايبر سيكريتي إيش ما راح أضيف له إيش اللي عندي أنا مش موجود عند غيري وسبحان الله كل إنسان وكل إنسانة كل ابن وكل ابنة كل لنا لنا بصمتنا الخاصة باقي لازم أنا أبتدي أتعرف على بصمتي الخاصة عشان تكون موجودة في كل أعمالي وكل نشاطي نعم كل الناس متميزة ولهم الحق والتوفيق لكن أنا أيضا من حق يكون لي تمييزي الخاص فيني أكي فهذا اللي دامنا أحسب على جميع أبنان وبناتنا أكي إن شاء الله أبن الله أيضا المعارضة المهنية أكيد لها دور من خلال اختيار الطالب للتخصص وإيش التوجه اللي حاب أن يتوجه لا أستاذ أستاذ أبن يعني لو نتكلم عن القطاع الخاص خلال هذا المعرض هل في مشاركة للقطاع الخاص في المعرض الجامعي المهني وشين هي النصائح اللي تقدمونها أيضا للطلاب قبل اختيار التخصص الجامعي إيه لله الحمد كان في مشاركة من المؤسفات خاصة بك البنوك الوطنية نعم وطبعا النصائح اللي نقدمه احنا لطلاب قبل اختيار التخصص أنه ياخد بعين الاعتبار أولا حاجة سوق العمل القطري لهذه التخصصات ثم قياسها حسب ميولهم وقدراتهم اختيار التخصص الصحيح جميل أستاذ أبنى قبل ما نختم معاس بهذا السؤال كيف تحفز هذه الفعاليات أبنائنا الشباب المقبلين على الدراسة الجامعية لانضمام لسوق العمل طبعا نتحفزهم من خلال امتيازات وفرص الابتعاط نتقدمها لمؤسسات للطالبات بعد مرحلة الثانوية العامة عندنا وزارة العمل تتقدم برامج تدريبية وتدريب مهني للطالبات لزيادة الفرص للأمل لدى القطاعات الخاصة أكثر في الدولة لكل المسارات القطرية هذه فرصة فرصة للطالبات بعد الثانوية العامة أكيد بالتأكيد كل شكر سيدة بن المري المرشد الأكاديمي أو ممثل مدرسة أم أيمن الثانوية في المعرض الجامع المهني بجامعة قطر شكرا جزيلا لك نعم نكمل مع السيدة عبد الله أستاذ عبد الله من خلال حديثنا عن القطاع الخاص وعن اختيار خلنا نقول مواهب هذا الطالب عشان يتوجه إلى التخصص اللي هو مثلا يكون مبدع فيه اليوم مثلا خلنا نقول أن بعض أولياء الأمور يكون يجبر ولده على تخصص يجبر بنته على تخصص أو في بعض التخصصات تكون وراثة مثلا طبيب خلاص الولد لازم يكون طبيب فنتكلم عن هذا الموضوع شوف أنا للأمانة أعساس أن أكون بتعاملنا الآن العشر سنوات خلنا نقول الثانعشر سنة الماضية مع أولياء الأمور أعتقد هاي مغالطات عن أولياء الأمور أولياء الأمور جدا جزاهم الله خير حريصين على أبنائهم وبناتهم أن يكونون في أفضل الأماكن ينصحونهم يوجهونهم لو حصل اليوم الأبن ولا البنت عندها توجه وعندها توجه واضح وطالب الدعم والمساعدة كل الدعم والمساعدة هنا على فكرة كل البرامج التي نقدمها فيها أبنائنا وبناتنا وبناتنا بالذات الذي يقف معهم والذي دائما حريص على توجيههم هم أولياء أمورهم فلذلك أولياء الأمور جدا اليوم نضجين لكن النقطة أنه هذا العلم أو المعرفة اللي عنده والمجال اللي عنده متى ما توعى أكثر ومتى ما انشرح له أو قدم له المشورة الصحيحة تلاقيهم أكثر الناس بالعكس هنا أكثر الطلبات على فكرة التي تأتينا الآن بطلب توعية وطلب إرشاد تكون من أولياء الأمور أنا والله ابني في كذا أنا بنتي متميزة في المجال الفلاني كيف ممكن تساعدوني كيف ممكن أتعرف على الجهات لم يحصل معلومات كثيرة فلذلك أولياء الأمور لهم دور كبير لله الحمد واليوم أولياء الأمور جدا نضجين ويمكن الله لا يعود إن شاء الله من فترة كثرة كورونا كان اهتمام أولياء الأمور صراحة وشقفهم وتعاونهم وتعاملهم شيء وخصوصا لما بدين نتكلم الآن عن المستقبل عن مستقبل الوظائف المهن يقول لك الوظائف التقليدية راح تعرف في كثير من اللغط والكلام وما زال طبعا في كثير من النقاشات مهارات القرن الواحد وعشرين كذا في مصطلحات كثيرة يقرونها يقول تعال أنا بيأفهم هاي شنو شتعني هذي ولا كيف أترجمها اليوم ببرنامج لي أنا وبعض حتى يقول يقول ريتني أنا عارف المعلومات كنت على سبيل المثال في مجال غير الآن تحول يعني فهذا صراحة للأمانة لا المجتمع لحد يقول لنا المجتمع جدا نواعي عندنا الأمانة أنت تسمع اليوم المبادرات والبرامج بدرجة كبيرة لكن في بعض المفاهيم أو المغلطات التي تحتاج أن نحن نشتغل معها لذلك أنا مثلا وأعتقد حتى أنا تكلم مع مجموعة كبيرة من أبنان وبناتنا رواد ورائدات الأعمال لصراحة وأقول لهم عندكم يعني مشاريع ناجحة ليش ما تتكلمون قالوا نحن والله نتكلم بس بعد حسين أننا نحن بزياد وإيمان بعد نكون يعني كثير يعني ظهورنا الإعلامي على أساس أنه أيضا بالعكس أنتم مهم جدا التجارب لأن نحن معظم اللي 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 نسمح حوالينا أو اللي تدار حوالينا دائما التجارب السلبية أو يعني هذا للناس المهم جدا تسمع منهم ونضع المنظومة الآن والآلية لما نتكلم عن مشروع قانون الآن وفي كثير من الحوافز وكثير من المبادرات حتكون بناء على المجموعة هذه نستفيد من التجارب اللي مرت عندنا يعني زخم وعندنا يعني عدد لا بأس بجدنا طيب من التجارب جدا ناجحة وصار لها مدة لأن تقدر تعتمد على هذه التجربة وتعرف تشوف إيش التحديات التي واجهت لحد موصلت لهذه المراحل لله الحمد قلت لك برامج كثيرة ومبادرات كثيرة لكن اللي كان ينقصنا كان ينقصنا إطار عام ولله الحمد إن شاء الله من خلال هذا القانون حيكون هذا الإطار موجود وحيكون هذا المضلة الحاضنة لكل المبادرات والبرامج اللي إن شاء الله نستفيد منها وما في حاجة تكون كاملة سبحان الله أو نتوقع تكون يعني خلل نقول يعني 100% يعني ما فيها أي نوع من لا إحنا نبدأ الخطوات ونبدأ تحسينها وتطويرها طالما النية وإحنا نشفناها الآن النية من القيادة يعني واضحة والمقادرات والبرامج واضحة فالموضوع لا بدأ ما في خطر راجعة إن شاء الله متوقعين إن شاء الله له جدا يعني إن شاء الله تجربة جدا إيجابية ونستفيد منها بإذن الله الجميع إن شاء الله وتعود بالنفع الجميع إن شاء الله وتفتح كثير وإن شاء الله وكبير لأبنان وبناتنا بإذن الله الله يعطيك العافية الأستاذ عبدالله المنصوري وأنت المدير التنفيذي لمركز قطر لتطوير المهني صراحة استمتعنا في الحديث معاكم ووضوع شيق ما هو إذن أنه يخلص صراحة إن الله أعطيك العافية أنا لأتشرف وإن شاء الله نكون على الأقل وصلنا رسالة وحاولنا نغير أو فعلا نبين مفاهيم محتاجينها وقلت لك أمثلة كثيرة الحمد إن شاء الله الجاي إن شاء الله خير بإذن الله